ظهرت في العقود السابقة أنواع جديدة من الأعداد في الرياضيات والفيزياء ظهرت هذه الأعداد بنفس الطريقة التي ظهرت بالأرقام الأخرى وهي اكتشاف أسرار الطبيعة لكن هذه الأعداد التي تسمى بأعداد غراسمان مختلفة فهي أعداد من الخيال العلمي لتعرف مدى غرابتها تم تسميتها بالأعداد الفائقة أو سيبر نومبر لنتعرف على هذه الأعداد لكن بعد الفاصل وقبل أن تكمل الحلقة لا تنسى دعم الفيديو بإعجاب ونشر المقطع مع أصدقائك ظهرت العدد الفائقة على يد علم الرياضيات والفيزياء هيرمان غراسمان تنتمي هذه الأعداد للجبر الخارجي الذي يحتوي على الجداء الخارجي والذي يرمز له بهذا الرمز والذي تعرفنا عنه سابقا في حلقة الرياضيات العميقة بحيث لو كان A و B عددين فائقين فجداؤهما غير تبادل يعني A في B يساوي ناقص B في A وهذا معناه أنه بتغيير موضع العدد تتغير الإشارة فمثلا لو كان 2A و 3G عددين فائقين فإن 2A في 3G يساوي ناقص 3G في 2A والغريب أكثر هو أن مربع عدد فائق منعدم مثلا 2A مرفوع 2 يساوي 0 وهنا تكمن بالفعل غرابة هذه الأعداد فلو كانت الأعداد العادية تحدد الكمية أو التنقيم فأعداد غراسمان تحدد الاتجاه أو المسارى فمثلا 3 في لغة الأرقام يعني المرتبة الثالثة وفي لغة العداد يعني 3 أشياء ولكن في لغة العداد الفائقة يعني 3 خطوات لكي أفاجئكم أكثر الاعداد الفائقة أو اعداد غراسمان هي أصل المتجهات العقدية في الرياضيات بسبب أن جبر غراسمان الفائق بإن متغير فائق تتا 1 تتا 2 إلى غاية تتا 2 ونرمز لثيطا A بمتغير كيفما كان بين ثيطا 1 وثيطا 2 فعدد غراسمان الفائق يكسب بصفة عامة على هذا الشكل بحيث C عدد تتغير قيمته بتغير الرمز A1 إلى A key العدد زيد الفائق هو تعميم لمفهوم المتجهات بل هو تعميم لأي عدد كيفما كان حتى العدد العقدية بل وحتى متجهات الهندسة التفاضلية يمكن التمثيل عدد غراسمان بمصفوفات لكنها ليست مصفوفات في الأصل هي أعدد فقط وهذه بعض الأمثلة البسيطة عن أعدد غراسمان وهنا قد تطرح السؤال هل عملية الجداء بين أعددين فائقين 3-1 و3-2 هي نفسها الضرب الذي تعرفه أم هي عملية أخرى نعم هي جداء جديدة يسمى بجداء الخارجي الذي تعرفنا عنه في حلقة أريادية العامقة كما سبق وأشرت تركت رابط هذه الحلقة في صندوق الوصفة الجداء الخارجي هو الذي يغير الاتجاه يعني 3-1 في 3-2 يساوي ناقص 3-2 في 3-1 وهذا التعبير هو أصل الكتاب المتجهي أي متجه بي كما سبق وأشرت يمكن استخلاص أغلب قواعد الريادية من هذه الأعداد يعني أعداد غراسمان وكما أن أصل A متجه A يساوي 0 هو عدد غراسمان من فعلي 2 أو عدد غراسمان في نفسه يساوي 0 تابعوا الآن جيدا لأن التالي هو تحديد أصل هذه الأعداد في قائمة العداد المعروفة بالصفة عامة كل عددين فائقين زيد 1 وزيد 2 يكتبان على شكل عدد فائقة أخرى تيطائي بحيث زيد 1 وزيد 2 ينتمين على التوالي فالجداء الخارجي العام لزيد 1 وزيد 2 هو كالتالي زيد 1 في زيد 2 يساوي ناقص 1 مرفوع لP في Q في زيد 2 في زيد 1 وهذه العبارة هي مصدر خاصة مهمة لا يلاحظ الكثير في الأعداد العقدية هنا سأقدم لكم مصدر مهم لهذه الأعداد نأخذ مثلا العدد ناقص 1 مرفوع ل1 يساوي بالطبع ناقص 1 مرفوع ل2 في 1 على 2 لنحسب على حدة كل من ناقص 1 مرفوع ل2 في 1 على 2 ثم ناقص 1 مرفوع ل1 على 2 في 2 يعني تبديل 2 ب1 على 2 في هذا الجلال لدينا ناقص 1 مرفوع ل2 مضروف في 1 على 2 يساوي ناقص 1 مرفوع ل2 الكل مرفوع ل1 على 2 وبما أن ناقص 1 مرفوع ل2 يساوي 1 فهذه العبارة تساوي 1 مرفوع ل1 على 2 وبالتالي تساوي 1 العبارة الثانية ناقص 1 مرفوع ل1 على 2 في 2 تساوي ناقص 1 مرفوع ل1 على 2 الكل مرفوع ل2 وبما أن ناقص 1 مرفوع ل1 على 2 هو إي إيه هو الأعداد العقدي التخيلي إذن هذه العبارة تساوي إي مرفوع ل2 وبما أن إي مرفوع ل2 هو ناقص 1 فهذه العبارة تساوي ناقص 1 من خلال العبارتين معنا فتغيير 2 ب1 على 2 في الجداء 2 في 1 على 2 ليس صائب لأنه يجب الحفاظ على الترتيب وهذه الانطلاقة هي مصدر أعداد غراسمان بل قد تطرح هذا السؤال هل يمكن أن نحصل على نفس النتيجة بكتابة 2 في 1 على 2 بناقص 1 على 2 في 2 هل سنحصل على نفس القيمة باستخدام جداء غراسمان الجواب هو لا لأنه لدينا ناقص 1 مرفوع ل1 على 2 في 2 يساوي ناقص 1 مرفوع لناقص 1 على 2 في 2 لأن 2 و1 على 2 هي أعداد حقيقية عادية وليست أعداد غراسمان لكنها أعداد تتحقق فيها شرط غراسمان إذا كانت مرفوع لناقص 1 يعني يجب الحفاظ على الترتيب في هذا الصدد ما يجب معرفته هو تكامل عدد 1 بالنسبة لمتغير فائق هو 0 ولسا كالعداد العادية تكامل 1 بالنسبة لمتغير حقيقي يساوي عدد حقيقي x وأيضا تكامل متغير فائق بالنسبة لعدد فائق يساوي 1 ولسا كالتكامل العادي تكامل x dx يساوي x مرفوع 2 مقصم على 2 هذه الأعداد تغير جميع قواعد الريادية المعروفة هذه الأعداد كانت أساس نظرة التماثل الفائق في الفيزياء وحلت العديد من المسائل الريادية رغم أن تطبيقاتها تبقى صعبة بعد الشيء بسبب غرابة مبادئها وخاصيتها لكنها تبقى اكتشاف ريادي قام بتعميم أغلبها الفروع المعروفة بل حتى وله تطبيقات في الفيزياء ما رأيك حول هذه الأعداد؟ وهل تعتقد أنها ستكون السبب في وضع منطق ريادي جديد؟ بلو حتى قد تؤدي الاكتشافات جديدة